طبعا نقول الله يا حبيب ده أنا أفكر معك بصوت عالي إيه السر اللي وراء أستاذ فايزة واصف وجيلها والجيل الأكبر إن هما كانوا عندهم شغف وإخلاص وإيمان بل إن هما كانوا غارقين في حب مهنهم يعني هتلاقي ده في التمثيل وهتلاقي ده مثلا في مهنة زي مهنة أستاذ فايزة أو مهنتنا مزعين الكتاب بتوقع هذه الأجيال نفس القصة إيه السر وراء هذا الإخلاص المطلق اللي بيعملوه الإيمان بما تفعل حاجة بسيطة جدا أستاذ فايزة واصف يمكن أستاذ سلمة الشمع طبعا صديقة عزيزة بالنسبالي طبعا بسألها مرة بقولها يعني أنت نجحتي في مجالك مش هديكيش مجال التمثيل يعني أن أنت تطلعي في دور قلت لنا طلعت مرة كموزيع لكن التمثيل كتمثيل ما كانش في دماغي أنا في دماغي إزاي وأنا دخل ما سبيره ده إزاي أكبر وأنا في مجالي فإزاي أشتغل على نفسي وكل يوم تطوير والتطوير هنا كان جاي من الثقافة القراءة الكتير إزاي أنت هتعد قدام كم من الأدباء تناقشهم إزاي فنانين تناقشهم إزاي وهكذا هذا الجيل كان فيه سيدة فايزة واصف طبعا جيل كبير جدا جيل عظيم بصنا ولكن جيل عظيم كان مؤمن بالهو بعمله أوي عشان كده عاش و هيعيش و هيعيش و هيعيش ترجمة نانسي قنقر